بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله سنتحدث عن تحليل مهم جدا وهو منحنى السكر التي يقوم به الطبيب للمرأة الحامل أثناء فترة الحامل وطبعا يتم هذا الاختبار في الأسبوع السادس والعشرين إلى الأسبوع الثامن والعشرين للكشف عن سكر الحمل أثناء فترة الحمل طبعا كيف يقوم به هذا الطبيب طبعا يقوم الطبيب المتخصص في الفحصات الطبية مثل طبيب النساء والتوليد أو الممرضة بهذا التحليل في هذه الفترة بين الأسبوع السادس والعشرين والثامن والعشرين سيخبرك الطبيب عن نوعية الأطعمة التي تتناولينها قبل الاختبار بعدة أيام وبعد ذلك لا يمكنك تناول أي طعام أو شراب أو أي شيء غير رشفات قليلة من الماء لمدة 14 ساعة قبل الاختبار ويتم سحب عينة من الدم لتحليل السكر المتواجد في الجسم وهو سكر الصائم وبعد ذلك ستتناولين لبن أو أي شراب محلي ويتم بعد ذلك بتحليل الدم كل ثلاث ساعات لمعرفة نسبة السكر المتواجدة في الدم لمعرفة المواد المتواجدة في الدم كي تخرج النتيجة الكاملة ومعرفة هل أنت مصابة في سكر الحمل أو لا إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم جيد ترجمة نانسي قنقر